بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن التطبيقات اللي انا بس عايز اشيري لها سريعا انا ما عنديش خبرة فيها خالص لكن في مواد اسمها المواد دي لما بيحصل عليها نوع من الضغط يعني لما بتضغط بتضغط عليها طبيعة المادة نفسها بتؤدي الى انتاج نوع من الكهرفة او بتؤدي الى نوع طيار كهرفي حتى لو ضعيف شوية بس ده اللي موجود ففيه علماء كتير بيحاولوا يطوروا دي فدي اقرب شغل للناس طوال الفيزيكس انه هو اللي عايزين يفهموا بيحاولوا يفهموا المادة دي من جوة او المواد دي من جوة ايه اللي بيخلي بتاعة التركيب البلوري بتاعة لما يضغط عليه اللي بيخليها تطلع الالكترونز اللي بيخلي يحصل فيه وقد ايه الفلو ده بالنسبة للفريشر المتطبق عليها او بالنسبة لميكانيكا الفرصة المتطبقة عليها فانا شايف انه هي لها يعني المنظر بتاعها يوحي طبعا ان هي فيها زي ما تكون الالكترونيات شبه معقدة او كده او الات معينة لكن انا اظن ان فيه ناس بتحاول تعمل ستبس بسيطة فيها يعني فيه ناس بتحاول تستعيد مسلا عن مكانة الطغط دي بمجموعة من الالات الابسط من كده فيه شغل شفته بيتعمل في حاجات زي كده بس انا عشان مش متخصص اوي فمش قادر ان انا ايه امشي ورا الموضوع بعمق نفس الفكرة انا شفت كذا ستبس بسيط لمسلا حاجات زي كدهوت فيه ناس مثلا بتعمل زي تب زي كده طويلة مش فاكروا لايه بيسموها ايه بس التب الكبيرة دي ليها اسم عمدهم بيحط عليها وزن معين وليها دايرة معينة بيقيسوا عليها بيعملوا سين فيلم وبيقيسوا عليها ليها شغل معين عمدهم وليها اياسات تقريبا اه بيم او تب حاجة زي كدهوت بيم اه تقريبا فيه كذا ستب شفته انا نظريا يعني اللي انا متوقعه انه اللي مركز بحاجة زي كده من وجهة نظر الالكترونيكس يقدر يعملها باذن الله او يقدر يقلدها او يقدر يشوف له طريق انه هو لو عايز يشتغل شغل يجمع بين وما بين الفيزيكس والالكترونيكس والكلام ده يقدر يعملها باذن الله لو حد شايف انه فعلا سيستم صعب وانه لو عامل متخصصة والحاجات دي غالية جدا وشاركة دي وكده ممكن يكتريني في الكومنتات بحيث انه حتى ايه ينبه بس اللي بيسمع الفيديو انه لا خلي بالك الطريق ده بعيد شوية او كده انا مجرد بس من قراءة السريعة في الابحاث حسيت ان هو نظريا يستحق ان احنا نجيب سيرته بس لان طبعا في حاجات تانية انا بشوفها صعبة جدا ان انا اتكلم فيها لكن حسيت انها ممكن تكون تلفت نظر حد الحاجة ده الهدف من الفيديو يعني مش بقول ان هي حاجة مية في المية مضمونة انها تعمل في معمل زي ما قلت انا مش خلفيتي اوي شغل الفيزيكس لكن لعل وعصلا تكون طريقة ان شاء الله تفتح زيان حد بسلا حتى بتاع الفيزيكس اللي عدو يشتكوا دايما يقول لك احنا مشتاقين شغل في مجالنا والفيزيكس عندنا وشغل النانو ده كله واخدينه بتاع الكيميا وفتاع فانا بس ايه يمكن فيديو زي كده ينبهوا الحاجة اول مرة يسمع عنها يكمل في طريقها بازن الله وشوفها بعدك نكمل بقى ان شاء الله الفيديوهات اللي بتت شكرا